لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم زي ممشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل لأم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الوهابية ينشرون نجاستهم في بلاد المسلمين عند شيخ الأصهر احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي شيخ الأصهر بيقول أن دول الخليج بتستخدم أموالها عشان تنشر معتقتها النجس وأنهم نجسوا مسهب الإمام أحمد بن حنبل ووصف نجاستهم أنها نجاسة تنجس ماء البحر وأنهم بتأمروا على الأصهر وأن الشيخ شلتوت شيخ الأصهر الأسبق استغذ بجمال عبد النصر يا شيخ الأصهر طيب زي ما حضرتك عارف أن جمال عبد النصر ده رئيس الدولة يعني شخصية سياسية عسكرية وكمان يا شيخ الأصهر الشيخ شلتوت لما صرح صرخته المشهورة باسم صرخت الشيخ شلتوت بيطلب تدخل سياسي لنصرة الأصهر طبعا كمسهب يعني الشيخ شلتوت كان عايز أو كان عاوز الدولة تفرض المذهب الأشعري عن الناس ومال فين كلامك اللي قلته قبل كده وهنشوف الفيديو اللي جاي لكن الأصهر ظل ثابتا على هذا المذهب مما يدلك على أن لا الأصهر ولا المذهب الأشعري مذهب مرتبط بسياسة أو مذهب تدعمه دولة وإنما مذهب دعمته قلوب المسلمين وعقول المسلمين منذ ظهر وإلى الآن شيخ الأصهر قال لكن الأصهر ظل ثابتا على هذا المذهب مما يدلك على أن لا الأصهر ولا المذهب الأشعري مرتبط بسياسة أو مذهب تدعمه الدولة وإنما مذهب دعمته قلوب المسلمين وعقول المسلمين منذ ظهر وإلى الآن ومعنى كلام شيخ الأصهر أن الأصهر أو المذهب الأشعري مش مرتبط بأي سياسة ومش مذهب تدعمه الدولة أمال ليه يا شيخ الأسهر بتنقل لنا صرخة الشيخ شالتوت لجمال عبد الناصر طبعا جمال عبد الناصر مش هيدعم الأسهر رياضيا ولا فنيا فأكيد هيدعمه سياسيا أو ممكن يفرضوا عن الناس وده اللي نفهمه من صرخة الشيخ شالتوت وده في الحقيقة هتناقط كلامك اللي انت قلته قبل كده في الفيديو اللي جاي خلينا نشوف معه بعد لو حضرتك يعني رجعت إلى التاريخ وفي أيام نشأت الأشعاري المذهب الأشعاري ترى أني مثلا مذهب المعتزلي سندته دولة الدولة تبنت وفرضته ثم لم يستمر يعني قرن مثلا على أقل من قرن انقلبت المسألة وجاء المتوكل الذي لم يؤمن بسياسة المأمون ولا الواتق ولا المعتصم فالسياسة غيرت فتغير المذهب خلينا نشوف هنا زي ما شفنا هنا شيخ الأصهر قال لو حضرتك يعني رجعت إلى التاريخ في أيام من نشأة الأشعاري المذهب الأشعاري نرى أنه مثلا المذهب المعتزلي سندته الدولة وتبنته وفرضته ثم لم يستمر قرن مثلا على الأقل من قرن وانقلبت المسألة وجاء المتوكل الذي لم يؤمن بسياسة المأمون ولا الواتق ولا المعتصم السياسة تغيرت فتغير المسألة هنا الشيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بدينا مسألة على المذهب اللي دعمتها الدولة زي المسألة المعتزلي وإزاي أن الدولة فرضته وطبعا شيخ الأصهر بيقصد فتنة خلق القرآن اللي اتكلمنا عنها في الحلقات الأولى من البرنامج وشيخ الأصهر بيقصد أنه بسبب أن الدولة فرضت المسألة على الناس فمسألة المعتزلة انقرض وفي نفس الوقت شيخ الأصهر برضو بينقل صرخة الشيخ شالتوت لجمال عبد الناصر ومعروف أن جمال عبد الناصر شخصيا سياسية عسكرية ولو نفس كلام شيخ الأصهر الأصبق الشيخ شالتوت فكان هيفرض المذهب الأشعري على الناس واللي في نفس الوقت شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول أنه مذهب الناس بتحبه وبتدعمه بعقولها وقلوبها لكن الظاهر أن جمال عبد الناصر كان من غلات الحنبلة فمسمعش صرخة الشيخ شالتوت ونرجع لنقطتنا الأولى بتاعت لمسة خفيفة وعاوزين نعرف برضو طبيعة المؤامرة اللي كان بتعملها دول الخليج ضد الأصهر ومتى بدأت حسب كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوب مذهب معين أو مذهب معينة في هذه النقطة وحينما يعني المذهب الثانية اللي هي مضادة للمذهب الأشعري موجودة منذ أكثر من 150 سنة لكنها كانت دائما موضوعة في حجمها الحقيقي فكانت تترك انطلاقا من أنها يعني لا تعبر عن الغالبية العظمى وهنا شوفنا شيخ الأصحر يقول إن المذهب الأشعري هو المذهب الذي زاد هو المذهب الذي سمر فترة طويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضيها من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مسهب الأشعري ده مسهب ضلال ومذهب كذا لتمهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوب مذهب معينة وإن فيه مسهب معينة أو مسهب معينة وفي هذه النقطة وحينما يعني المذهب التانية اللي هي مضادة للمذهب الأشعري موجودة منذ أكتر من 150 سنة لكنها كانت دائما موضوعة في حجمها الحقيقي فكانت تترك انطلاقا من أنها يعني لا تعبر عن الغالبية العظمى طبعا الفيديو ده اتكلمنا عن الجزء الأول منه في الحلقات اللي فتت وهو أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد لفترة طويلة لكن في الجزء ده هنكمل الصورة اللي شيخ الأسهر عاوز ينقولها لنا وهي أن فيه مذهب ظهرت من 150 سنة وقبل كده عرفنا أن المذهب دي مذهب خالجية وأن المذهب دي بتقول أن المذهب الأشعري ده مسهب ضلال إلى آخر الكلام وطبعا في سؤال لكل المشاهدين إيه هو المذهب اللي ظهر في دولة الخالجية قبل 150 سنة خلينا نشوف مع بعض الشيخ الأسهر دكتور أحمد الطيب وبيتكلم بكل صراحة في الفيديو اللي قاية ومرة أخرى لو أن أبنائنا أو الذين يقولون أننا نحن السلف وإحنا وهابية وإحنا كذا ينشرون أفكارهم ومذاهبهم على أنها من مذاهب المسلمين لا أحد يستطيع أن يتحدث ولا ينبس المنتشفة وهذا حقهم ولكن أن يقال أن المذهب الوهابي هو مذهب السلف وغيره مذاهب ضالة هذا خطأ وهذا جهل وهذا إضلال للناس شيخ الأسهر بيقوله مرة أخرى لو أن أبنائنا أو الذين يقولون أننا نحن السلف أو إحنا وهابية أو إحنا كذا ينشرون أفكارهم ومذاهبهم على أنها من مذاهب المسلمين لا أحد يستطيع أن يتحدث هذا حقهم ولكن أن يقال أن المذهب الوهابي هو مذهب السلف وغيره مذاهب ضالة هذا خطأ وهذا جهل وهذا إضلال للناس ونركز على آخر جملة من كلام شيخ الأسهر ونشوف تاني مع بعض هيقول إيه ولكن أن يقال أن المذهب الوهابي هو مذهب السلف وغيره مذاهب ضالة هذا خطأ وهذا جهل وهذا إضلال للناس وشوفنا شيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب بيقول ولكن أن يقال أن المذهب الوهابي هو مذهب السلف وغيره مذاهب ضالة هذا خطأ وهذا جهل وهذا إضلال للناس يعني من الاخر كده شيخ الأصهر دكتور أحمد طيب بيقول ان المسهب الوهابي مسهب مبني على الجهل واللي يقول ان مسهب السلف ده بيضل للناس وطالما ان اللي بيدعو الناس لمسهب بدعوته دي بيضل لهم اذا المسهب اللي بيدعو ليه يبقى مسهب ضلال ومسهب ضلال واحنا عرفنا قبل كده ان مذاهب دول الخليج حنبلية وان الشيخ الأصهر قال انها مذاهب غلاية الحنبلة اذا الشيخ الأصهر قال مسهب غلاية الحنبلة واللي قال انه مسهب نجس وان غلاية الحنبلة اللي هم اصحاب المسهب بن كوسين نكسين نجسه مسهب الامام احمد بن حنبل يبقى مسهب غلاية الحنبلة بيساوي ايه بيساوي المسهب الوهابي بيساوي مسهب نجس اذا الشيخ الوهابية نكسين حسب كلام الشيخ الأصهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب نجس وقام بتنجيس مسهب الامام احمد بن حنبل وأبناء أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب نكسين وقاموا بتنجيس مسهب الإمام أحمد بن حمد وتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نكسين وقاموا بتنجيس مسهب الإمام أحمد بن حمد وعلماء السعودية الوهابية وهيئة كبار العلماء الوهابية ومفتي السعودية الوهابي نكسين وقاموا بتنجيس مسهب الإمام أحمد بن حمد دول مش نكسين وبس لا دول بينشروا نجاساتهم في بلاد المسلمين بقوة المال والسياسة إذا لزم الأرض وبرضه بيحربوا مسهب الحق المسهب اللي سات بين المسلمين والمسلمين راضين بيه ومقتنعين بيه ومتجزر فيه نفسيتهم كسلوك اللي هو المسهب الأشعاري طبعا حسب كلام شيخ الأسر المسهب الأشعاري هو مسهب أهل السنة والجامعة بزاي المسهب الوهابية اللي إسلامهم إسلام التكفير المسهب الأشعاري إسلامه ليس إسلام التفصيق والتبديع على الفضي والمليان زي مسهب الوهابية اللي اسلامهم اسلام التفسيق والتبديع على الفضي والمليان اسلام المسهب الاشعاري ليس اسلام الشكليات والتمسك بالشكليات وإهمال الجوهر زي اسلام المسهب الوهابي اللي اسلامه اسلام الشكليات والتمسك بالشكليات وإهمال الجوهر وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل كلام شيخ الأصهر عشان نشوف التمسك بشكليات وإهمال الجوهر في المسهب الوهابي وإلى اللقاء في الحلقة القادمة